اليوم نحن إلنا عم نحتفل بخمسة عشر أبعيد انتقال السيدة العزراء من مريم العذرة نحن ما بنعرف بدقة وين كانت وفاة مريم العذرة فيه تقاليد بيقول بأرشاليم تقاليد تاني بيقول بأفاسوس إنما اعتمد أكتر تقاليد اللي بيقول بأرشاليم هذا كان معتمد أكتر وهذا اللي أنا بدي أحكي فيه إنه توفت بأرشاليم مريم العذرة الكتاب المقدس إلنا ما بيعطينا أي معلومات عن انتقاله بالجسد والروح بالجسد ما بيعطينا أي شيء بالنفس والجسد إلى السماء الكتاب ما بيقولنا أي شيء عن هالأمر هيدا إنما فيه معتمدين كتير كأنه الأباء على الإصحاح إذا بدكم الثاني عشر من سفر الرؤية واللي بيتحدث عن إمرأة عالقة في معركة بين الخير والشر فالإيمان بأن العذراء مريم بعد وفاتها بفترة قصيرة قد انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد هو جزء من تعاليم الكنيسة الكتوليكية منذ الكورون الأولى للمسيحية توفت مريم العذرة عام 48 تقريبا ميلادية ودعت كل الرسل مع عادة مين؟ توما شوفوا مين اللي ما توضع مين اللي ما شاف مرة تانية الأمر جميل جدا لأنه الله إرادته جميلة وبيعطينا الأمر بشكل هيك رائع بشكل زكي بشكل يتعامل معنا أنا أنا بقول بطريقة هيك على قد مننا حنوني بتبتسموا توما مكان أخذوا الرسل الجسد وضعوه بقبر قبر قريب على القبر اللي حطوا جسد يسوع المسيح فيه وقاموا بلف الجسد بكتان أبيض متل ما بتقول التقاليد وبقى الرسل ثلاثة أيام حد القبر عاب يصلوا وعاب يسمعوا أصوات ملائكة عاب ترتل معهم وريحة بخور كثير حلوة وقوية طالعة من القبر هذا لمدة ثلاثة أيام باليوم الثالث يبدو أنه ما عادوا سمعوا شيء الرسل ما عادوا شموا بخور فعرفوا أنه هذا ممكن يكون إلهام ملائكة أنه انتهى الموضوع ثلاثة أيام كل واحد رجع لشغله عنده ظنوا أنه خلص الأمر انتهى ولكن بقى الأمر عن تومى اللي كان بوقت عاب يبشر بالهند فبيجيه الملاك وبياخده على سحابه بياخدفه على سحابه بتحمله ولملاقات جسد القديسة أمنى مريم العدرة بالهوى وبس شايف هو مريم العدرة حاملينها الملاكة وطالع وعاب يستقبلها ربنا يسوع المسيح خير عاب يشوفه هو عسحابي يعني حده الملاك بالجو يا جماعة عاب يشوف الأمر هو موجود واعي فبيقله الملاك بيقرب يهمس له الملاك تقدم يا تومى وتبارك من جسد كلية الطهارة كلية الطوبة ففعل مثل ما قال له الملاك وتبارك من كلية الطهارة ثم ارتفع الجسد مع الملائكة للسماء باستكبار ربنا يسوع المسيح ورجع تومى للهند انما بيقله أيضا الملاك روح على أرشاليم وخبر الرسل شو صار بيروح بيجي على أرشاليم تومى اللي سمع من الملاك شو قال له بيجي على أرشاليم انما بيجي بطريقة مش دغري بيقله للأخوة الرسل بيقلهم إياها بيوصل بيقلهم كيف كون اشتقتلكم بيقولوا له من خبرك خبر حزين شو الخبر الحزين على تخبرون إياه ماتت أمنا مريم العدرة قال له ماتت بدي روح شوف القبر بدي روح شوفه أنا آيل حتى بالي انه بدي ايجي شوفه ونتغدى سوى بدي شوف القبر مش حبصدق عبتمزحه معني لك يا أخينا تومى ماتت ما بصدق فقاله الرسل لبعضهم يا عمي تومى اللي ما صدق وقتها أيامة ربنا يسوع المسيح وسمح له ربنا انه يحط إيده على حل الجرح ما في شيء إذا أخذناه عند أمنا مريم عدرة إذا كان ربنا سمح له أنه يشوف جروحاته فخلينا تأكيدا لخينا تومى بيعرفوا تحتنا روح على القبر ونورجيه أنه مريم مدفوني هناك وصلوا على القبر وفاتوا أزاحوا الحجر وفاتوا بيلاقوا الكتان ملفوف مثل وقت ربنا يسوع المسيح المحطوط على جنب بيزعدوا كتير الرسل أكيد هؤل اليهود مع عسكر وما أنتا يعملوا ضرب فيه نقجوا سرقوا للجسد بدون يعزبونا قالوا انتومى ما حدا بدون يعزبنا أنا شفت لأمنا مريم العدرة محمولة بين إيدان الملايكة وربنا يسوع المسيح بيستقبلها وأنا خطفت وكنت كمان على غيمة بشوفها وقربت تباركت من الجسد لما عرفوا هذا الأمر كلهم تهللوا باركوا وهنهم عاب يصلوا رجعوا شموا ريحة البخورقة الطاهرة طالعة من القبر بس كانت هالمرة بفرحة كانت هالمرة بعرس يعني اللي بيمرق بيقول يعني شو هالمجانين عابيرقصوا بالقبر ملقوا جسد عابيرقصوا كان العرس الجديد اليوم إنه أمنا مريم العدرة كمان طلعت على السماء جسدها ما بقى هون من وقته من وقته أرر التلاميذ إنه يصوموا لمدة أسبوعين بوقتها صاموا لمدة أسبوعين مع رائحة البخور مع تراتيل ومع صلوات واللي لهلأ اليوم معروف بصوم العدرة اللي منصوموا بصوم العدرة إذن أصبح انتقال العذراء عيد انتقال العذراء عيدا تحتفل فيها الكنيسة كل 15 آب وقد أعلنوا البابا بويوس الثاني عشر عقيدة انتقال السيدة العذراء وهيدا الشي كان بإرشاد رسولة بواحد تشرين الثاني من عام 1950 أكيد كان صاره 33 سنين عاب يتحضر من 47 بسنة الخمسين تم إعلان عيد انتقال السيدة العذراء بحضور 500 ألف شخص بساحة القديس بطرس 500 ألف شخص رقم قياسة بهالساحة كان بوقتها عاب يسمع الخبر الحلو بركة أمنا مريم العذرة تكون معكم جميعا بصلي اليوم إليك يا أمنا مريم العذرة منشكرك على حضورك الدائم بحياتنا بشفاعتك من التبارك بارك بيوتنا بارك عائلاتنا باسم ربنا يسوع المسيح نصلي دائما مجلقاب والابن وروح القدس إلها واحد أمين السلام الرب يسوع يكون معكم جميعا ببركة أمنا مريم العذرة إلى اللقاء